في إطار جهود الأجهزة الأمنية لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط حالات الغش التجارية فقد نجحت مدرية أمن القليوبية في ضبط مصنع ملابس دون ترخيص بالعبور يقوم صاحبه بتصنيع الملابس الرياضية من خامات رضيئة ومجهولة المصدر ويضع علامات تجارية مقلدة على المنتج النهائي كما تمكنت المدرية من ضبط ثلاجة لحفظ المجمدات بالعبور مخزن بها كميات كبيرة من اللحم والكبدة غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتم ضبط نصف طن كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك مدرية أمن الفيوم تمكنت من ضبط أربعة أطنان ضقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية بحوزة سائق بقصد بيعها بالسوق السوداء كما نجحت في ضبط أكثر من سبعة أطنان مقارون مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات بحوزة سائق بدائرة مركز شرطة الفيوم مدرية أمن عصيوت نجحت في ضبط 69 قاضية تمونية متنوعة منها ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية يقوم بتعبئة سكر تموني ناقص الوزن مدرية أمن الأكسور تمكنت من ضبط كمية من الدواج غير صالحة للاستهلاك الأدمي محملة على سيارة نقل متجهة إلى محافظة أسوان